كابوتشينو اللي تعدى عن دعمها لدعوة جنوب أفريقيا اللي تتهم إسرائيل بمراسة الإبادة الجماعية في غزة وأنه حكيت على قتل إسرائيل لأكثر من 22 الفلسطيني أغلبهم نساء وأطفال لا يجب أن يمر دون عقاب ودون محاسبة الجنات أمام القانون الدولية الخارجية وأن تركيلي قد نأمل أن تنظر محكامة العدل الدولية في دعوة جنوب أفريقيا في أسرع وقت ممكن وسنتابع تنفيذ قراراتها ونذكر أنه جنوب أفريقيا اللي تضع دولة الاحتلال تحت مقصلة محكمة العدل الدولية ونشوف من المقارنة وتعقد محكمة العدل الدولية في لهاي جلسات استماع في فترة ما بين 11 إلى 12 يناير الجاري وذلك أفق بيان صادر عن المحكمة النهار الخميس كما قلنا 11 و 12 يناير اللي ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في لهاي بشأن الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيانة السهيوني في 29 ديسمبر 23 وقد نجحت دعوة جنوب أفريقيا دعوة هذه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العملية العسكرية التي تشنها في قطاع غزة في إرباك تل أبيب التي اعتادت على عدم المحاسبة على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وجندت دولة الاحتلال مؤسساتها للترويج لأكاذيب لإبعاد أي شبهة جنائية ضدها والضغط على دبلوماسيين وسياسيين أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى صفراتها تدعوهم إلى تكثيف جهود في البلدان المضيفة لهم بهدف إصدار بيانات ضد الطلب الذي رفعته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بهدف محكمة الكيانة السهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وفاد شوفوا أنه من البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية السهيونية توضح خطة عمل لديبلوماسيها قبل جلسة محكمة العدلة الدولية الأسبوع الجاري وتسعى الخطة السهيونية إلى ممارسة ضغوط كيف ما قلنا دولي على المحكمة بهدف ثانيها عن إصدار أي أمر قضائي يدعو إسرائيل إلى تعليق حملتها العسكرية في غزة وسيتحدث ممثل جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة كيمون هار 11 و 12 اللي ستعطي الكلمة للجانب السهيوني وكانت رفعة جنوب إفريقيا طلب الأسبوع كي مقرنا الماضي في تقرير مؤلف من 84 صفحة يوضح أنه حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية عام 48 اللي هي مصحة لها واللي تعرفها على أنها أفعال ترتكب بقصد التدمير كليا وجزئيا لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية وتقول جنوب إفريقيا أن تصرفات الكيان السهيوني في غزة تعتبر ذات تابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع ذكروا أنه رفض الكيان خطوة جنوب إفريقيا على الفور وزعمت أنه لا أساس لها كيفاش وإحنا العالم الكل اليوم في عصر الرقم العصر الرقمي وغيره قاعدين نتابع في كل شيء بكل صراحة في إبادة جماعية بالكبير هنا الحقيقة نستغرب وإحنا موقف دول الجوار ودول الطوق معناها تشوفوا نستنى جنوب إفريقيا حتى اللي هي اللي ترفع في المقابل لاحظوا أنه ناس والدول اللي قريبة عرقيا ودينيا واللي تحب بنتي اللي هي لا حياته لمن تنادي على كل شيء نتابعه ونكمله فقط ونلاحظوا أنه الشرق الأوسط على حفة الهاوية هنا يتناولت مختلف صحف العربية ودولية مجرية العدوان الصهيوني على قطاع غزة وستحديث عن تدعيات هذا السراع أقليميا ودوليا خاصة بعد اغتيال الرجل الثاني لحماس شهيد صالح العروري بمسيرة صهيونية في بيروت وفي نشوف مختلف الصحف كما فينانشل تايمز اللي حكيت على تصعد التوتر في المنطقة أنه الصحيفة البريطانية العنواني اللي قالت فيه أنه حفة الهاوية تلوح في أفق الشرق الأوسط ويقول المقال بأنه الأيام العشرة الماضية أظهرت مدى قرب المنطقة من شفير الهاوية ويضل على ذلك بالاشتباه بقتل بقتل إسرائيل قائد إيراني بارس في سوريا واغتيال نائب رئيس المكتب السياسي حركة حماس صالح العروري في لبنان وقتل الولايات المتحدة قائد بارس في الميليشيات العراقية المدعومة من إيران ويراء أنه الانزلاق الواضح نحو تدخل بقيادة واشنطن ضد الحوثيين في اليمن قد يكون مؤشر آخر على تسارع الاقتراب من حافة الهاوية يقول الكاتب أن المرأ قد يجد ارتياحا في حقيقة أنه حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله وعمليات الاختيال الأمريكية وإسرائيلية السابقة لقادة بارسين في حماس وحزب الله وإيران لم تشعل فتيل حرب إقليمية واسعة لكنه يرى أنه هناك اختلافا الآن يتعلق بالسياق والنطاق والإيقاع والإدراك شوفوا أنه فهمت صحيفة واشنطن بوست اللي قالت أنه من الصعب على إسرائيل أن تنجح في حرب ضد حزب الله وصحيفة الأيام الفلسطينية حكيت الحرب على غزة أيضا ثقافية بالنسبة إلى اللي قاعد صار على مستوى الميداني ما زالت دوليب الحرب ميدانيا بأمرة المقاومة ولكن بوجيعة كبيرة بدماء كبيرة بأكثر من 22000 شهيد هذا ما حكيوش على اللي تحت الأنقاذ وأكثر من 60000 جريح وشفنا وأن المنظومات الصحية انهارت في غزة أكثر من 30 مؤسس صحية خارج الخدمة اليوم وميداء استيغاثة ل6000 مريض في أي وقت نجمه يتوفاه إذا ما يخرجوش خارج قطع غزة بشي يدويه هوني نستغرب وأنه كيفش لليوم ما زال معبر رفح أو لن يتحكم فيها الكيان الصهيوني في دخوله وخروجه ثم أنه لا يفتح أمام المدنيين العزل المصابين اللي ما عندهم حتى دخل في هذه الحرب لأنهم عندهم الجنسية الفلسطينية ويعيشوا على أرض غزة الحبيبة ترجو معكم بعد الفاصل